البحرين ومصر الكلمات التي سمعناها من فخامة الرئيس وأخي جلالة الملك اللي عبرت كل كلمة منهم عما يجول في وجداننا من البحرين تجاه مصر ومن مصر تجاه البحرين من مشاعر حقيقية وأقول لك أن حتى هذه الكلمات لن تغطي أبداً ما في نفوسنا من مشاعر لكن بالنسبة للبحرين عبر جلالة الملك عن جمهورية مصر العربية الشقيقة بأن هذا البلد هي ركيزة الأمة وهي الحامي المدافع الصلب عن أية أخطار تتهددها فالعمل المشترك ما بين دول الملك الساعة ومصر والدول العربية الأخرى للدفاع عن مصالحنا لحماية دولنا لإنقاذ إخواننا الذين يمرون في ظروف صعبة نتيجة ضعف دولهم الوطنية فهذا الآن هو الذي نطمح إليه هذه الزيارة عزيزة على شعب مصر وقيادة مصر ما تفضل به جلالة الملك من تعبير عن مشاعر هو في الحقيقة شيء يصدغ الصدر وتعتز به مصر حكومة وقيادة وشعبا العلاقة التي تربط مصر بمملكة البحرين هي علاقة طويلة وهي علاقة أزلية تتسم بالإخلاص والإدراك لما نستطيع أن نفعله سويا وأننا دعم لبعضنا البعض ونعتمد على ما نليه من اهتمام ومن رعاية لمصالحنا المشتركة قائمة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية تدخل حيز التعاون بين البلدين الشقيقين وطالت كافة المجالات ناهيك عن قائمة اقتصادية وتجارية أخرى من الاتفاقيات وقعت على هامش الزيارة من شأنها أن تبني لمستقبل أفضل للبلدين الاتفاقية التي وقعتها تشرفت بتوقيعها هي في مجال السياحة وتخص في المقام الأول التعاون في الخبرات السياحية والتدريب في مجال السياحة بشكل عام أيضا صباح اليوم في المنتدى الاقتصادي البحريني المصري تم توقيع 14 اتفاقية تجارية بين أعضاء القطاع الخاص من الجانبين البحريني والمصري تطرقت إلى عدة مواضيع منها التعاون منها تأسيس مشاريع مشتركة ومنها تبادل الخبرات ومذكرات التفاهم للتصنيع في البحرين وفي مصر بلدان شقيقان اجتمعا على دعم بعضهم الآخر وتأتي هذه الزيارة تتويجا للعلاقات المتميزة بين البلدين واستمرارا للدعم وتعزيز مبادئ الشراكة الاستراتيجية رؤية موحدة وعلاقة راسخة بين البلدين الشقيقين ها هي اليوم تثبت مدى صلابتها من خلال هذه الزيارة التاريخية خصوصا وأنها تأتي في ظروف استثنائية تمر بالمنطقة بسام لبدوي لمركز الأخبار في تلفزيون البحرين من قصر الاتحادية القاهرة